ادخل الموسم مرة تالتة السنة دي بدون مهاجم انا بطرجة ان انا اتعقد معاه هتبقى ازمة كميرة للنادي الاهلي والحقيقة محدش بحاسب الادارة على قصة التعقد مع المهاجم الى يومنا هذا بسبب ان النتائج ايجابية ولكن فورا لقدر الله حصلت نتائج سلبية كل الاعين هتبقى على الادارة اللي مغفرتش طلب المدير الفني يمكن المدير الفني ما فتحش على البحر يقول لك عايز 3 4 5 6 لعيبة الراجل كل اللي هو بيقول لك عايز المهاجم فلان الفلاني البداية في بداية التعقدات كانت مع مليكة ما قدرناش احنا اتعقد مع مليكة فبدأ الراجل يصر على سوزة وانا مقدر اصرار المدير الفني على المهاجم حتى وان كان جمهور النادي الاهلي عنده من الاتراضات على مستوى اللاعب وارقام اللاعب وان الراجل مش مسجل الاهداف اللي انت اه تخليني اطمح ان انا اتعقد معاه يمكن السيزم بتاعه مش احسن حاجة ارقامه مش احسن حاجة السن بتاعه مش احسن حاجة صفقة ممكن كتير من الجمهور شايف انها لان تفيد النادي على الاهلي ويمكن تكون دي وجهة لازر الادارة ولكن في النهاية في مدير فني هو المسؤول